السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قد نقدم لكم هالدرس هذا هو في البداية تابع لكم درس عادي ولكن صراحة هو ما عاديش علاش لان الطريقة الخدمة دياله هي طريقة مختلفة تماما لاحظوا معي الان ان احنا كملنا هالدرس الاول والان الطريقة كيفاش هاد نبدأ ودرس واحد اخر جديد هنا هادك الخيط اللي بلول ازرق دخلته يعني تأسفل التوب والان اختيت خيط جديد هنا حاولوا انكم تاخدوا يعني خيط انا هنا غادي نخدم بالخيط مبروم على ثلاثة سعرات فحاولوا ان هاد الخيط هاد يكون طويل واحد شوية علاش باش انكم كل خيط ديروا في بالكم باللي كل خيط غادي نخدموا به وحدة يعني مثلا هاد الخيط هاد اللي اللون دياله ازرق فانا غادي نخدم به هادك الشكل اللي تيبال لكم اللون دياله ازرق الى السالة لكم الخيط الفوق فغادي يمحنكم واحد شوية في الخدمة هذا الشي علاش انا قلت لكم خدوا خيط يكون يعني انتو ما عبروا في الاول الخيط المسافة دياله اللي غدا تكفيكم الشكل واحد فاول حاجة تنتبت يعني هاد تنتبت الخيط والان غدا نبقى غدا تنخدم باش تعطيني هذيك النصف دائرة المهم انا غدا نكملها باش نوريكم العدد اللي غدا نخدموا به فكنتمنى هنا يعني ان الخدمة يعني تكون واضحة هاد الخدمة هذي كنظن انها تعرض لأول مرة الطريقة دياله مختلفة لاحظوا معايا مزيان هنا كملت هنا عندنا واحد واحد اثنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهذيك تسعود هي اللي كينا عندنا في الرأس هذي تسعود لاحظوا معايا كيفاش غدا نكون تسعود تسعود غدا نكونها في هاد الدربة اللي غدا نضرب دابة في التوب الان لاحظوا معايا مزيان اول حاجة غدا ندير هي غدا نتبت هاد الخيطة هدا في التوب وغدا تبقى لي هذيك الغرزة التاسعة هاد الغريزة هذي التاسعة رقم تسعود هي هذي اللي دا بدخلت فيها الابرة هنا قبفاش تكونات عندي الغرزة رقم تسعود يعني نتابو معايا هنالحساب لان احنا من بعد ما بغيناش يعني يجينا وحد تفاوت ما بين كل درسة ودرسة فهاد الشي علاش خستيكون عندنا التسعات الغرازي والغرزة التاسعة هي اللي تكون على التوب فلاحظوا معايا جيدا كيفاش غدا نبدو هاد هادك الشكل يتيبه لكم بالازرق كيفاش غدا نبدو فاول حاجة غدا نبعد وحد مسافة يعني متكونش بعيدة بزاف المهم انتم ماخدوا المسافة اللي عشباتكم ولكن من بعد غدا نبقى احنا يعني نفس المسافة نحاولو ان احنا نحافظوا عليها في العمل حتى نوصلوا للنهاية فالآن غد ندور الخيط في هاد الاتجاه هادا احنا غدا تبقى لكم الخدمة عادية ولكن من بعد غدا تكتشفوا للخدمة راها ماشي عادية ماشي راندة عادية يعني هادة راندة جديدة فلاحظوا معايا الشكل ديالة جيدا هنا غير تنبقى الخيط في هاد الاتجاه وتنطلعوا الابرة من الوسط يعني لاحظوا معايا مزيان الخيط في هاد الاتجاه وتندخلوا الابرة من الوسط وتنطلعوها دائما هنا غد نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل بعد هاد نصف دائرة الاولى واتشوفوا معايا كيفاش غد نرجعوا وغد نخدموا باش تعطينا هادك الشبكة اللي كتشوفوها معايا في الشكل الاول فهنا العدد يعني صراحة من الافضل انكم تحسبوا يعني انا هنا ما حسبتش ولكن من الافضل انكم تحسبوا علاش باش تعطيكم نفس العدد يبقى غادي عندكم في الخدمة كاملة فهنا لاحظوا معايا مزيان جيت هادك الغرزة التاسعة اللي انا كندرتها على التوب هي اللي دخلت فيها الابرة وشوفوا معايا دابة كيفاش غد نرجع الخيط في هاد الاتجاه ولاحظوا معايا جيدا انا امقرب لكم كاميرا بشي بألكم يعني فين دخلنا الابرة فهذاك الراس اللي عندي من الفوق هو اللي دخلت فيه الابرة لاحظوا معايا مزيان هادك الراس اللي عندي من الفوق وهنا تحاولوا انكم متزقلوا التشي وحدة يعني بقوا غاديين وحدة وحدة حتى توصلوا يعني اللخر ولا كيرا غادي نبقوا غادي وغادي نديروا بحل الشكل دي الامواج مثلا يعني غتبقى مره 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 غادي ندون نقصه في العدد باش يعطيني هادك نصف دائرة فلاحظوا معايا مزيان كنرجع الخيط في هاد الاتجاه وتندخل الابرة في هاد النقطة هادي بالضبط فهاد الخدمة هادي تطلع بحلقة وتتجي رائعة صراحة يعني نعود فاش نديروا غرازي عاديين دير راندا ليتنعرفوا يعني الغرازي العادي ليتنخدموا بهم القوزة او ليتنخدموا بهم اي حاجة فهاد الخدمة هادي رائعة وسهلة اهم حاجة اي انا تكون سهلة فهنا نتابهوا معايا مزيان فهاد دورة اللولة اللي انا غادي ندير فغادي نوصل يعني احتى اللخر فهدي اللخر اللي عندي غادي نخدمها ولكن المرة الجاية ما غنبقاش نخدم اللخر غادي نمدو تنقصه يعني غا مدو غادي نتنقصه في العدد لاحظوا معايا مزيان هنا من بعد ما كملت غادي نرجع الخيط فههد الاتجاه هنا رجعنا الخيط فهد الاتجاه هذا وغنجيل هاد اللولة لاحظوا معايا جيدا هنا فين خارج الخيط هنا فين غادي ندخلوا الابرة فهد المكان هاد هاد اللولة هادي مخاسنا شعين نخلوها ونزو اللحده حاسنا نمقوا غادي معاهم دقاء دقاء يعني وحده وحده مهم سنجد هذه اللحدها حتى هي سنخدمها والليحدها كذلك المهم الخيط في نفس الاتجاه حتى نوصله للغرازي لاحظوا معي مزيان العدد الغرازي اللي سنخدمه باش تعطينا يعني توازي باش يجينا هنا نفس العدد يعني نفس العدد اللي احنا خدمناه في هذا اللون الازرق هو اللي سنخدمه في هذا اللون البيج وفي الكاميرا تيبان تيبان صراحة بحلا بيضوا لكنه وراء بيج المهم سنكمله هنا كما قدت ليكو المهم هنا تقدروا تخدموا بجوجة الالوان تقدروا تخدموا بلون واحد انا هنا فضلت نخدم بجوجة الالوان والخيط على جوجة الشعرات الى ثلاثة الشعرات تعفون فهنا لاحظوا معي مزيان وصلنا لهذه اللخرى ولاحظوا معي سنجيل هذه الغرزة هادي هي اللي سنخدمها هنا غير غرزة عادية فهذا المكان هادا تنخدم غرزة عادية جدا يعني الغرزة دير را ندلي معروفة وغادي نبدأ الدورة ديالي من جديد هنا فين قلت لكم باللي احنا غادي نبدأ ننقص فهنا لاحظوا معي الخدمة مزيان كيفاش غادي ندير حتى ننقص العدد لان هاد الخدمة يعني عدي هادي نصف دائرة وانا خاسنا ندور عليها فما يمكنش غادي نبقى ندور عليها بنفس العدد يعني تعرون العدد غايت نقص من جيهة وغايت زاد من جيهة اخرى فهنا احنا غادي ندب احنا غادي عادي نكمله هنا نخدم هادي ونجيل لحداها ندور الخير وندخل الابراق بهت عريقة هادي لاحظوا معي مزيان نخدمو هادي بدا فهنا شوفوا معي مزيان شنو غادي ندير كيفاش غادي نرجع باش تعطينا هاد شكل هادا هادوك الجوج تنخليهم متنخدمهمش وترجع دائما يعني متنخدمش هادوك الجوج لي فالاخر وترجع ولكن شوفوا معي الرجعة كيفاش غادي تكون هنا قا رجع نخدمنا اللولة وغادي نرجع نخدم التانية موهم كما قدلكم انا هنا را محسبت شوى لكن لو بغيتو تحسبو حسبوك يعني ما الافضل انكم تحسبوك غروه سراحة بقيتها غادي اغادين وكتحسبو ورا غادي نتلفوك حت حفا بزاف دي الحساب شحل ما قدكتو تحسبوه موهم اه سيرو معايا دقة تقاح تنكمله شوية شوية علينا خدمة ساهلة لاحظوا معايا مزيان فش غادي نوصل هاد الاخرانية لانا عندي هنا وحد بحل شكل دي الدائرة هنا غنضربو هاد جوج دربات هاد جوج دربات غنعوض بموذك جوج دربات لانا نقزتهم يعني لانا فتهم في الاول لاحظوا معايا انا عندي هادوك جوج دربات انا عوضتهم هنا غاعلاش حيث هنا بعد مرات را ما غنزيتش انا يا هاد جوج دربات غير انا تنشوف عيني ميزاني في الخدمة لابنت لي يعني بقى بعيدة شوية علي ذاك ناس في دائرة كنخدم جوج الغارزات باش نقرب المسافة لانا قدمتي نقزتي في الجنب قدمتت بشيلك المسافة فهنانا خدمت وكما قدت لكم خلينا هادوك جوج دربات لي في الراس لاحظوا معايا مزيان وحد جوج دربات خليناهم هادوك غادي نبقى ديما غادي نتنخليهم حتى نكملوا حتى نوصلوا يعني للراس ذي الخدمة فهنانا غادي نرجع وغادي نخدمهم كاملين يعني وحدة وحدة غادي نبقى غادي وحدة فوق من وحدة بها الطريقة هادي وكما قدت لكم فغادي فاش غادي نوصل لهاد المكان هادا لاحظوا معايا جيدا غادي نخدم هنا جوج دربات هنا جوج دربات نقدروا نعتبروهم تعويض هادوك جوج دربات اللي خليناهم في الجنب المهم تمو فاش غادي نبدو تخدموا غادي نبال لكم بلي خاستكم تديرو جوج دربات علاش لانا غادي نبال لكم مسافة بعيدة وما زال بقي خاستكم تزيدوا واحد شوية مش تكملوا المهم دائما تنضيروا هذه الغرزة العادية وغادي نرجعوا فهنا غادي نرجعوا هادا الرجعة هادي لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نجيل هاد المكان هادا وغادي نبقى غادي نخد داما يعني وحدة فوق وحدة حتى نوصل ونخلي ديما جوج في الاخر زامة الطاقير هاد Genesis ونýchزير ف贝كا لاحظوا معايا غادي نكمل خليتا هاد جوج في اللخر هاد الجوج في اللخر هاد جوج في الله هنا هزن خدموا عليهم هدك الدارس اللي تيبي لكم بالزرق غادي نخدموا عليا Eduardo جوجات اللي تنخليوا في الق shark غادي نخدموا عليهم اهم مهم هم داروريين المهم هم ضاروريين هنبغيش نبقى غادي نخدم كل شي فهنا فهنا لاحظوا معايا مزيان غادي نبدizada مددال خدمة باللون الابيجب هنا بقاولية خمسة الغرازي لاحظوا معي مزيان خمسة الغرازي اللي بقاولية شوفوا معي باش غادي نخدم هاد الخدمة البيضة عندي خمسة في هادك نصف دائرة اللي خدمناها عادية فهنا انا نسيت ما وريتكم ش هادك الدرس اللي في الجنب ولكن رجع نوريه ليكم المهم غادي نخدموه نصف هاد البيضة عدا رجع نوريكم هادك الدرس نسيتو تفكرتو حتى الاخر عدا عدا رجعت لي المهم هنا غادي ندخلوه يعني نتبتو هادك الخيط اللي باللو الأبيض ودائما تنجيل هادك الغرزة اللي من هالتوب لاحظوا معي مزيان غا تلقاوه هاد الغرزة من هالتوب يعني مباشرة على التوب هادك يلي غادي نلسق فيها انا هادك نصف دائرة ديالي باش نبدأ الخدمة من جديد غادي نبقى تنظور هنا بشكل عادي يعني الى هاد نصف دائرة حتى نوصل الاخر هنا حاولت يعني نصرع الفيديو قليلا مش يبال لكم هادك شي مشكل واضح كما قلت لكم هاد الخدمة هاد مميزة ورائعة بزاف خصوصا دابة يعني مثلا العرائسات يبغيوا يخدموا فهي اتزوينين وهذا فهالدرس سيبالية انا صراحة رائع مناسب العرائس مناسب لكل شي يعني الواحد خاصو ديما يكون آنيق المهم نلاحظوا معايا الرجعة كيفاش رجعنا فديما غادي نبقى تنخدم بهذا شكل هادا غادي غير نعكسو الخيط وغادي نبقى غادي عادي جدا لاحظوا غير اتجاه ذي الخيط وضيما تنضربوا في هاد الراس الراس ديلا هديك اللولة اللي كنا خدامين عليها فتجياد الخدمة بحل شبيكة نموهم هنا غادي نبقى غادي خدامة حتى نوصل لهذا هاد الغريزة هادي كيما قلت لكم هنرا كانوا بقاولي خمسة الغريزة فهنا خدمنا اللولة وهادي التانية لاحظوا معايا مزيان خدمنا اللولة وهادي التانية وغادي نراجعوا هاد الرجعة هادي هنرا كانوا حد شوية الاختلاف ما بين هاد اللولة البيض واللولة الازرقة هدش نتابهوا معايا مزيان الرجعة ايمتا غادي نبداول نقصه فلاحظوا معايا مزيان هنا غادي نخدم تحتل الراس لاحظوا معايا جيدا خدمت تحتل الراس هنا ما نقصنا موالو يعني مشي تحتل الراس وغادي رجع ندور غادي رجع فهنا هاد الرجعة هادي هنا رجعنا بشكل عادي جدا حتى نكملوا هاد الرجعة ناعدة غادي ندور نقصه فانا كملت هنا غادي نخدم هاد الغريزة رقم ثلاثة انا كما قلت لكم بقولية خمسة الغرازي وملا غادي نخدم عليهم اللون هاد الباج ولا الابيض موما ما تيبانش كيبان بحله بيض فهنا غادي نكملوا هنا غادي نكملوا هنا الخدمة صراحة بجوجة الالوان تتجي مزيانة يعني بل لي انه جوجة الالوان مزيانين هنا غادي نخدم وغادي نخلي الجوج في الاخر جوج في الاخر غادي نخليهم نخدموهمش لاحظوا معايا ولو تانية ما خدمناهمش وغادي نرجع فهنا فاش غادي نبدو تنقصو حتى تعطينا نفس العدد اللي اعطاعتنا في اللي خدمناه باللو الازرق موهم باش يباليكم العدد مناسب واللي بغايت انا في الاخر قاع يعني تزيد الدرس اذاك الدرس دي الواحد تزيدو مشي ايشكال موهم هنا غادي نكمل خدمة وكما قلت لكم ديما في المتباليكم مسافة بعيدة زيدو جوج جوج غريزات في الاخر فهنا خدمنا في الرابعة لاحظوا معايا مزيان خدمنا في الغرزة رقم 4 وغادي نرجع ارجحت هي بقاو لي يا ذو الجوج اللخرين وما لي ما غاديش نخدموهم موهم ديما يبقاو لي هاد الجوج تلخرين ما غاديش نخدموهم باش تعطينا هاد الشكل هاده الجوج ما خدمناهمش وغادي نرجعو لاحظوا معايا جيدا دائما تنضرب هذه اللخرة اللي عندي هي اللي تنخدمها وترجع شوية بشوية حتى نوصل هاده كنصف دائرة اللي خدمناها في الاول فهنا كما قلت لكم نسيت اذك الدرس اللي باللون زرق فغادي نرجع نكمله لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نرجع نكمل لكم الدرس هاده بعده باش نشوفوا الطريقة دياله فهنا في هاد الرجع هاده اللي غادي نرجعو اه غنخلي وديما جوج في الاخر موهم غادي نرجعو ذا لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نرجع فغادي نخدمو هاده ونزيدو نخدمو اللي حداها وغايبقاو لنا وحد جوج في الاخر هادوك ما غاديش نخدموهم علاش؟ لان احنا هنا غادي نديرو الدرس فهدك الراس اللي عندي من الجنب هنا غادي نديرو حد ريس ديال الواحد لاحظوا معايا مزيان اول حاجة نضرب فهدك الدرس وترجع هنا غادي ندير انا الدرس درس في الوى غادي نديرو لم يكن ما بعدين تنجيرو ثلاثة آآ ممكن ثلاثة غدا جيدة وغادي ننشي من هادك الراس للرس اللي عندي لاحظوا معايا مزيان عادين مزيان يعني غادي نمشيوا على حساب هادك الريوصة اللي احنا كنا خليناهم كنا دي مجوج كنخليهم في الاخر ولا غادي ننصدهم غادي نخدامين عليهم حتى نكملو حتى نكملو يعني هاد الخدمة هادي فانا غاد نجيل هاد الراس هادة حتى هوا وغاد نخدم عليه غنخدم عليه هاد رايسة هادي ديال الواحد فهنا غاد نكمل وغنجيل الراس ليحداه وغاد نخدموه حتى هوا بهالطريقة هادي لاحظوا معايه هنا هنفاش غاد نخدموه هادي مالافضل انكم تبدلو الخيط ويبقى الشيط لكم الخيط غير حايدو علاش حيث إذا تقادى لكم الخيط فالفوق قادين توحلو فيه يعني سراحة غادي يكون سعيب باش أنكم تركبوا خيط خور وتبقوا غاديين خدامين هنا دفنوا الخيط فو ستوب وديروا خيط خور كيف ما شفتوني في البداية ديال الفيديو هذا كشي اللي درناه في البداية ديال الفيديو علاش انا قلت لكم حاولوا أنكم اللولة في اللول فاشي الله تبقوا تخدموا برمو غير خيط واحد وعبروا عبروا شوفوا وش غادي يقدكم ولم يقدكمش يعني لو لقيتوا الخيط كافي فسافي سيروا على نفس القياس بيعني باش ما تقاوربوش وكل خيط اخدم ليكم غير وحدة من الأفضل كل خيط اخدم غير وحدة هنا رجعو نكملوا هاد البيضة هادي كان اعتادر منكم على دروينة اللي درت في هذا الفيديو هذا سراحة كان خاصنا نخدم الدرس عادا نكمل يعني الدرس عادا بدف هاد اللون هادا ولكن اش غد دير يعني مع مع الدورو في الوقت الإنسان سينسى المهم هادي الغرزة رقم خمسة هادي الغرزة رقم خمسة تنقولها هادي رقم خمسة حسبوا معايا هنا عندنا خمسة ففي هاد الخامسة هادي غنبدأو هاد العمل هادا لاحظوا معي جيدا في الخامسة غادي نبدأو نخدمه ذاك المتلة الصغير اللي عندنا في الرأس هنا غا رجع في هاد الخدمة غادي ندير هاد اللولة وغا نخلي هنا واحد جوج وعدا نجيل تال ندير هاد هنا باش نخدم عليه واحد درس لاحظوا معايا مزيان الخيط في هادا الاتجاه وغا رجع في هاد الفاراغ هادا وغا نلوي هنا اللوي هنا الخيط تقريبا هنا ثلاثة اللويات هنا لوي ثلاثة اللويات وغا رجع في هادا الفاراغ وغا نكون هنا هاد هاد درسة عادية وغا نجيل هاد الفاراغ هادا وحتى هو هنا لاحظوا معايا مزيان غا نخدم هنا عادي كيف ما كنا نخدمه هادا المتلاتات فغا نلوي هنا غرجو جتلويات هنا مهم عندي هو يعطيني هادا كشكل اللي كتشوفوا معايا فكينين بزاف دي الطرق باش تخدموا هاد المتلات هادا وكينين بزاف يعني فهنا غا نجيل هاد الراس هادا لاحظوا معايا مزيان هاد النقطة هادا باش نقدر ان هاد المتلات يجيني في اللون ابيض واللون الازرق هاد شعلاش انا يا بغايت اه هنا غا نلوي غرجو جتلويات وغادي لاحظوا معايا جيدا غا نجيل هاد الراس ديل هاد الدرسة الثانية رقم اثنان وغادي نخدمها فغادي نخدمها بهالطريقة وغادي نجيل هاد الدرسة اللولة اللي عندي وحتى هي غادي نخدمها هنا كتبال لكم الخدمة مبرونة ولكن من اللي غادي تغلف غادي رائعة فغادي نلوي هنا ثلاثة لويات علاش هيتعدي هنا الخدمة شوية يعني قريبة لبعضياته رحضوا معايا مزيان الى بقب حالا كاقب ما تعطيتش ديكور هادش هادش علاش انا قلت انغلفو بش يولي يعاطي واحد ديكور هدر السور وهنا هاد دربة هدي اللي ضربت رDear ضربتها في هاد شويه كلي قلينا غادي نخدامي المين عليه ما خدمتش عل هاد الدرس هاد العين اللولة غادي نخدم عليها جوج يعني اللو الخيط جوج المرات فغادي نجيل هاد العوين انتانية وحتى هي غادي نخدم عليها جوج يعني غا نخدم هاد المرة الاولة ولمرة التانية وهنا هاد الخيط الغاب الزيض حدث يكون طول ما نزرق سيأخذ لنا الخيط وكذلك لنا 1 دريس سنخدمه فوق من هذا الدرس لاحظوا معي مزيان هنا عينكم وميزانكم باش يجيكم هذا المثلت في الراس هنا سنجي لفراغ هذا ونخدمه هنا اللي مبغاش تدير هالطريقة هذي ممكن تخدم يعني تكتر الدرس يعني هالدرس هاده انا مبغاش نكتر بعت نخدم غير شوية فهنا اللي بغاد تكتر تزيد يعني تزيد عوض فاش تخدم غير واحد تخدم جوج هنا لاحظوا معي مزيان غندرفوص دائما في هالفاراغ هاده اللي شافت الفيديو دي الدرس لمشوك فهي تقريبا نفس الطريقة تدخدمي درسه فوق من درسه وشيعتك الدرس المشوك اللي بغاد ترجع لهذاك الفيديو ترجع له تشوف الطريقة مهم هنا غد نكمل حتى نوصلني هاي وكما قلت لكم هنا يعني ما الافضل ان الخيط يجي عبار يعني يجي عبار علاش باش ندفنوا الخيط فوس توب ونركبوا خيط جديد فكنتمنى ان هالفيديو هذينا الاعجاب ديها لكم وهالطريقة هذي خصوصا هالطريقة لانها جديدة ورائعة جدا وهالفيديو يعني هالدرس هذا مناسب للعرائس لكل شي يعني مش غير العرائس لكل شي فكنتمنى ان هالفيديو هذينا الاعجاب ديها لكم متنسوش الضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعة اللقاء اللقاء موسيقى شكرا